صلاة التراويح صلاة التراويح هي أولى صلوات قيام الليل في ليالي رمضان والتراويح جمع ترويحة وسميت بذلك لأنهم كانوا أول ما اجتمعوا عليها يسترحون بين كل تسليمتين صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عدد ركعتها فأفضله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه وهي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وقد ثابت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ولكن لو صلىها الإنسان ثلاثا وعشرين ركعة فإنه لا ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة الليل بعدد معين شكرا للمشاهدة يرجعونه ترجمة نانسيان امل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهد أقول